ترجمة نانسي قنقر وقدم للزوار فرصة للتعرف على الوجهات الجديدة إضافة إلى الأنشطة الترفيهية المميزة وأتح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة من الوجهات السياحية المميزة إلى جانب الاستمتاع بأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الأعمار مما جعل الفعالية وجهة مميزة لمحبي السفر وعشاق العروض الحصرية وفي ضو الإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية أعلنت الناقلة الوطنية عن تمديد معرض السفر الخاص بها حيث تستمر الفعالية اليوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء ويمتد إلى يوم غد الأحد من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء نحن بغينا ناخذ فرصة أن نقدم فرص تخفيضات كبيرة جدا للزبائن حق طيران الخليج فالمعرض اليوم كان يقدم تخفيضات لنسبة 50% في جميع الوجهات التي تروح لها طيران الخليج فلاحظنا الزياد في القبول على المعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر